اهلا بكم في فيديو جديد وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من المزيد ولا عشان بحبك هقول لك اكيد في المنا النهاردة بيبتدي الطفل نايم فقطه ويدخل عليه وحش مرعب بيصحى ويسرخ والوحش بيخاف منه ويسرخ هو كمان وبيتكابل وبيوع على لعب الطفل اللي بتوعى تشاكشيكو وهنا بيدرب جراز الانذار وبيطلع ان هذا تدريب والوحش دون فشل فيه والموظفة بتاعة شركة المروابين المحدودة بتكلم المتدربين الجداد عن الغلطة اللي زميلهم عملها ويدخل عليهم المدير ابو عنكبوت وبيحذرهم ان هما يسيبوا الباب مفتوح لان كده ممكن يدخل طفل للشركة في اي لحظة وبيقول لهم ان ما فيش حاجة اخطر من اطفال البنقادمين انهم بيدمروا كل حاجة ولمسة واحدة منه وممكن تقتلك وبنفهم ان هما بيخوفوا الاطفال علشان يملوا انابيب سريخ الاطفال علشان ينتجوا منها الطاقة والمدير بيقول لهم ان هما لازم يبقوا مخوفتية بجد زي شلبي سليفان بنروح لشلبي اللي بيصحى لما البعبة المساعد بتاعه بيزعجه وبيقوم وبيعمل تمرينه الصباحية البعبة بيحمسه وبيضربه على اوضاع بتاعة شغلهم وازاي يخوف وما يخليش الطفل للمسه بيكملوا تمرين وبيسيبوا ويجري ويشوف اعلان شركتهم في التلفزيون وبيظهر في الاعلان قد ايه هما شغالين وانتاجهم للطاقة من قدربي بصريخ الاطفال كويس وبيفرحوا لما بيظهروا هما في الاعلان ومنطو بتتصل بيه علشان تهنين بيخرجوا يروحوا الشغل وشلبي بيرفض يركب العربية علشان اثبت الطاقة اللي عندهم وبيسمم ان هما يمشوا بيمشوا في الشارع والناس كلها واضح انها بتحبهم وعرفاهم حتى كمان لما وصلوا للشركة واضح كمان ان هما مشهورين وسط زمعيلهم وبيوصلوا بقى هل سالي شعنين وان اللي البابا كان بيحبها وبيقول لها انه عزيمها في مطعم كوابيس ولما بيروحوا قدت اللبس بيشكر شربي لانه جابله حاجزة في المطعم ده لان مش بسهولة ان انت اتعاش هناك فجأة باب الدولاب بيقفل لوحده وبيظهر اندل وبيتريق عليه علشان انتخاض وبيقول لهم ان النهاردة هيكسر رقم الكاسي بتاعهم في تخويف الاطفال والبابا بيروح لروز علشان التقرير اللي بيكتبه وهي بتحذره ان هو ما يتأخرش تاني في التقارير وبياخد ورقه وبيمشي يشوف شغله بيجهز الباب والانبيب علشان خلاص الابواب هتيجي وبينزل كل باب عند الوحش بتاعه اللي هيدخل منه علشان يخوف الطفل اللي جواه الكل بيستعد لدخول المخوفتية علشان يبدأوا شغلهم وكل واحد بيروح عند المساعد بتاعه اللي بيجهزه للتخويف وبيبتلي الشغل وبيدخله من البواب وشلبي بيحقق نجاح كبير واندل كان متضايق لانه مش عارف يحصل الرقم بتاعه والمدير ابو عنكبوت بيدخل يسأل الشغل ماشي ازاي فوقت ما بيخرج فجأة وحش مرعوب بسبب ان اللي كان بيخوفها كانت هتلمسه وما كانتش خايفة منه والمساعد بينادي العمال علشان يدمره الباب وابو عنكب ما كانش عاجبه الخسائر اللي بتحصل دي وبيقول ان خلاص ان دول اطفال اخر زمن دول حتى ما بقوش نخافوا من المخوفتية بيخرج اندل وهو فاكر ان هو كسر الرقم القياسي خلاص بتاعه شلبي بس بيلاقي ان هو خارج برقم اكبر بكتير من اللي هو عمله وهو اللي بيكسب بيطلع المخوفات شكري من الباب والمساعد بتاعه بيعلن حالة الطوارئ بسبب ان شرب بتاع الطفل اللي زي على ظهره وبو عنكبوت بيقول لشلبي ان عيلته كانوا بيدوروا الشركة دي وان هو ممكن يعمل اي حاجة في الدنيا علشان تفضل شغاله وبيقول له انه محتاج له علشان يدرب المخوفتية الجداد لانهم بصراحة يسدوا النفس خلاصوا الشغل وكانوا فرحلين بالرقم القياسي اللي هم عملوه والباب بقى كان رايح علشان يتعشى مع سالي بس للأسف نس التقارير على المكتب وشلبي بيقول له ان هو اللي هيوديها بيدخل شلبي مكان الشغل علشان يجب التقارير بس بيلاقي ان لسه فيه باب موجود ومفيش حد من العمال بيروح يفتح الباب وبيلاقي قوضة فاضية بس بعد ما بيع في الباب بيتفاجئ ان فيه طفلة ماسكة في ديلو بيخاف منها جدا وهي كانت متعلقة في ديلو وكان كلما يحاور يرجعها لقوضتها وكانت ترجع له ثاني بيتكابل في شوية من اللعب بتاعتها فبيجي عشان يخلص منهم في وقت ما بيوصل اندل عند الباب وشلبي بيخلص من حاجة دي وبيخبيها في الدولاب بس البنت بتكون لسه على ظهره هو بيشوفها ولسه مرعوب منها وهي كان بتحاول ان هي تلعب معاه بيحطها في شنطة ويخدها علشان يرجعها بس بيلاقي اندل بيخرج من قوضتها فبيفهم بقى هو كان بيعمل ايه بياخدها ويروح للمطعم للباب علشان يقول له عن المصيبة اللي حصلت دي بس هي بتخرج من الشنطة اللي هو كان حاطتها فيها وبترعب الناس كلها اللي كانت موجودة في المطعم وشايبي بالباب وبياخدوها وبيهربوا قوات مكافحة الاطفال بيتيجي والتليفون كان بيصور لانها كارثة والناس بتقول ان هما شافوا الطفلة دي بياخدوا البنت هما الاتنين للبيت بتاعهم علشان يخبوها وكانوا مرعوبين منها وهي عايزة تلعب وبتدمر في كل حاجة البعبة بياخد منها اللعبة وبتعايت وبيلون نسرخها بيدمر الدنيا وهيكشفهم من البوليس وهيطبض عليهم شلبي كان بيحاول يخليها تبطل عيات ويلعبها لغاية لما بتسكن بيسيبوها تلعب ويفضلوا يخططوا ويخلصوا منها ازاي علشان ما يروحوش هما الاتنين في داهية وبياخدها شلبي علشان تنام بس بتبقى خايفة من الباب بسبب ان هي مفكرة ان عندل سيطلع لها منه فهو بينام عند الباب علشان يطمنها وجاءت له فكرة ان هما ممكن يرجعوها من نفس الباب بس لازم نعمل لها لبس تنكر فيه علشان نعرف ندخل بها الشركة ولما بيروحوا هناك بيلاقي البوليس منتشر في كل حتة وبيفتش الشركة وابو عنكبوت بيشوفها بس هما بيجدبوا عليه وهو ما بياخدش باله بيروحوا علشان يجيبوا شفرة الباب بتاعها بس هي كانت مزدوعة وعايزة تخش الحمام فهو بيروح يوديها بس مرة واحدة مبيلقهاش في الحمام وبتوقع تجري وتستخبى منه وبيفتلوا يلعبوا مع بعض لغاية لما بيروح لهم الباب والبنت بتكون خايفة وتستخبى وسطهم لان اندل داخل عليهم طبعا استخبوا من اندل والمساعد بتاعه بيدخل بيسأله هيعملوا ايه في موضوع البنت ده والموضوع تلع في الجرنان وانحنا كده ممكن نتكشف بيروح علشان يرجعوها بس البابعو بيجيب شفرة اي باب وخلاص علشان يخلصوا منها بس الشلبي بيكون رفض ويتخلقوا مع بعض والطفلة بتختفي ويروحوا يدوروا عليها وشلبي بيشوفها ويروح يجبها البابعو بيهرب واندل بيزهر له ويسأله على البنت ويقول له لو ما كانش بيغش في الشغل ما كانش البنت دخلت شركته وبيقول له ان الباب اللي جات منه البنت هيبقى عند اندل ومطلوب من البابعو انه هو يرجعها له في الوقت ده ويكمل شلبي جاري وعلى البنت الغاية لما بتنزل في الزبالة والعمال بيأخذ الزبالة ويمشوا هي كانت هربت منهم ولكن شلبي بيفتكر انهم رموها في المفرامة بتاعت الزبالة وهي بتروح لمرقبين تانيين توقف معاها وشلبي بيدور عليها وبيغم عليه من اللي حصلها البابعو كان بيدور عليه لما بيلاقيش هاي الزبالة وبيعايت وفاجأة بيلاقوها قدامهم ولما البابعو بيدحكها بتنفجر اللمبات من دحكتها وبيغربوا بيروحوا للباب بتاعها علشان يرجعوها بس البنت بتخاف وبتستخبأ وشلبي بيرفض ان هو يدخلها وبيدخل بابعو علشان يوريه من الجوة امان بس حاجة مرة واحدة بتمسكه وبيطلع عندل بيحطه في علبة وبياخده ويمشي وبيخرج شلبي يجري وراه وبيدور عليه مش بيلاقيه والبنت بتفتح له باب سري وبيدخله من سرداب بيوديه من مكان سري بتاع أندل بيدور بيلاقيه حد شل الفيشة وشلبي بيخطف المساعد بتاعه وهو بيركب الفيشة تاني ولما بيرجع بيلاقي الجهاز شغال على المساعد بتاعه هم هربوا وهما بيهربوا وشلبي بتجيله فكرة ان هو يروح يقول لابو عنكبوت ولما بيروح له كان وسط التدريب بتاع المخوفتية وبيخليه يوريهم ان هما يخوفوا ازاي البنت بتشوفه وبتترعب منه وبتهرب وبيروح يلاقيها خائفة منه البابو كان حكى لابو عنكبوت على كل حاجة ويقول له انها طفلة وما بتخوفش شلبي بيحاول ان هو يطمنها بس بيلاقي نفسه كان مرعب جدا وبيكره نفسه بياخد ابو عنكبوت الطفلة ويقول لهم ان هو هيحل المشكلة ويرجعها تاني وبيجيب بابو بيقول له ان دا مش بتاعها فبيقول لهم ان عارف بس دا باب كنتو وبيرميهم هما والبابو بيقول له ان هما تنفف عالم البشر وبيتخانقوا فبيجي لهم وحش كبير يرحب بيهم في الهملايا وبيقول لهم ان اسمه المانفي وبيعز يعانيهم بأيس كريم وشلبي كان قاعد ندمانه ويعيط على اللي حصل البابو كان متضايق من شلبي وشايف ان هو السبب في كل اللي حصل والوحش في كلامه بيجيب سيرة قرية فشلبي بيسأله هي فيها اطفال من البشر فبيقول له اه وبيعرف ان قدامه تلت ايام علشان يوصل لها ماشي وهو عايز يروح اسرع من كده البابو ما كانش مصدق اللي هو بيقوله وان بعد كل ده لسه برضو عايز تروح تنقذها احنا ارقامنا القياسية كانت هتدخلنا التاريخ وانت بغبائك ضيعت كل حاجة فبيقول له انه ما بقاش يهمه الكلام ده واهم حاجة دلوقتي ان هو ينقذ الطفلة دي وبيخترق حاجة علشان يتزحلق بيها على التلج ويوصل بسرعة بس البابو بيع بيرفض ان هو يروح معاه وبيتزحلق شلبي على الجبل بسرعة جدا لغاية ما بيوصل للقرية وبيبنجح ان هو فعلا يخرج من بابو ويوصل للشركة تاني وشلبي فضل يجري علشان يلحق البنت اللي حطوها على الجهاز اللي بيشفط السريخ ابو عنكابوت كان متدائق من اندل وبيقول له ان هو السبب ان انا ضيعت شلبي احسن مخوفاتي عندي بس اندل بيقول له خلاص احنا مش هنحتاج له تاني بيدخل شلبي النفق وهم بيشغلوا الجهاز وبيهجم على الجهاز بيدمره وبينقذ البنت بيخده ويهرب وبيتردوه واندل بيضربه وهو مختفي البنت جريت تستخبع لما البعبو جيه وكان قاعد يرغي واندل بيضرب في شلبي وهو مختفي الطفلة كانت بتحاول تفهمه بس هو غبي وشلبي خلاص كان قرب يموت بس لما بيحدفه حيث التلج اندل بيظهر وشلبي بيقدر يضربه وبيأخذوا البنته ويجري وشأنونة بتلحقهم وتحاول تفهم اللي بيحصل البعبو بيحاول يشرح لها بس ما تبقاش مصدقة لغاية لما بتشوف البنت بانيها فبتكرر ان هي تساعدهم وبتاني للمرعبين ان اندل حط من ارقامه القياسية علشان يعطلوه اندل اتأخر اه بس كان هيلحقهم فهم بيوقفوا الباب وبيطلعوا علشان ينجزوا ويرجعوها والباب بيتخدهم من المغزن اللي فيه لأبواب كلها وبيفضل يروحوا في اتجاهات مختلفة مع الباب وبيفضل يروحوا في اتجاهات مختلفة مع الباب واندل بيروح في اتجاه تاني بس الطاقة بتوقف والأبواب كلها بتوقف وكده اندل قرب يمسكهم وفجأة بيظهر اندل وبيخطف البنت ويقاحهم بس بيدخلوا قبل ما الباب يتضمر اندل بيدخل في باب وشالبي بحاول يدخل وراه بس اندل بيدربه وكان بيحاول ان هو يوقعه لتحت ويقول له خلاص ان زمنك انتهى والبنت بتمسك في اندل وتحاول ان هي تدفع عن شالبي لغاية لما شالبي بيقدر ان هو يدخل وبيضرب اندل ويمسكه وهوب بيرموه في باب ويوقعه يتكسر وكما بيطلع من الباب دون عند ناس غشيمة بيمسكوه هاتك يضرب ولما بيروحوا الباب بتاعها علشان يحاولوا يرجعوها بيلاوا ان الباب خدهم ومشي وبيطلع ابو عنكبوت هو اللي سحب الباب علشان الشرطة توبض عليهم بيطلع لهم الباب وهو شائل البنت وبيجري بيها وهما بيجري وراه وبتبقى دي خطة وشالبي بيخلع الباب وبتبقى البنت لسه معاه وبيشوف ابو عنكبوت وبيجري هو وراهم شالبي بيبنهم الدخول على ما يركب الباب ويدخل البنت جواه بس ابو عنكبوت تعرف يدخل وراهم وبيقوله ان هو كه زودها جدا ويقوله ان هو ما عنديش مشكلة وعادي ان هو يخطف طفلة علشان شركته ما تقعش وما تفلسش بس كل ايديا بتبقى خدعة من شالبي والباب بيكشفوا قدامه البوليس وبيوري لهم تسجيلات وهو بيتكلم فبيقبضوا عليه وبتجيلوا الست بتاعت التقارير اللي بتطلع القائدة بتاعت البوليس وبتقوله ان من غيره ما كانتش هتعرف ان الموضوع ده وراه ابو عنكبوت وبيقولوا لها ان هم عايزين يرجعوا البنت تاني لعالم بتاعها بس هي بتشتريط عليهم ان هي لو رجعتها هتفرم الباب بعدها شالبي كان صعبان عليه ان هو مش هيشوفها تاني وشالبي هو اللي بيدخلها قدتها وبيفضلوا يلعبوا سوا وبيقول لها ما تخفيش ما حدش هيدخل يخوفك تاني وبيخرج وبيفرموا الباب وروس بتقولهم ان هم ينسوا كل اللي حصل ده وما حدش حتى يتكلم عنه تاني وطبعا الشرطة بتقفل الشركة بعد الفضيحة اللي حصلت دي بس بتجيلهم فكرة احسن للطاقة بسبب البنوتة وبقوا بيستخدموا مطاقة الضحك بتاعت الاطفال بدل طاقة الصراق بتاعتهم وشالبي بيقعد يجمع في الباب بعدما اتفرم قطعة قطعة لحد ما بيوصلوا اخر قطعة وبيدخلها والباب بيشتغل شوفنا الجزء الاول مع بعض من شركة المرابين المحدودة وتعرفنا على ابطال فيلمنا شلبي سلفان ومارد واشوشني دلوقتي بقى هنروح بيكم لبداية القصة لما كانوا هم صغيرين وبتبدأ قصتنا النهاردة بوتوبيس مدرسة كان فيه حوش صغيرين رايحين شركة الرعب اللي ضارت فيها احداث الجزء الاول من ضمن الاطفال دون كان مارد واشوشني وهو لسه شكله صغير كده وحليوة وكان متحمس جدا علشان يشوف الشغل اللي بيتم جوا الشركة كل اثنين من الطلاب بيبقى مطلوب منهم ان هما يبقوا مع بعض الا واشوشني اللي كانوا بيستقلوا بيه بسبب ان هو حتة صغيرة كده عموما المدرسة هي اللي بتبقى معاه وبيدخلوا اخيرا الشركة علشان يتفرجوا عليها بيشرحوا لهم جوا ان المخوفتية بيروحوا الاطفال البشريين بيخوفوهم وبيخليهم يصرخوا وبالصراح بتاعهم دوا بيجمعوا الطاقة بيدخل عليهم المخوفتية الكبار واللي بيستعدوا علشان يبدأ شفت شغل التخويف بتاعهم بيكون فيهم واحد بيقولهم ان هو تعلم التخويف في جامعة الوحوش مارد بيعجب بيه جدا وبيكرر ان هو اتجرق ويدخل مع المخوفات ده علشان يشوفه هو بيشتغل وفعلا بيدخل وبيتفرج عليه ولما بيخرج المخوفات بيلاقي ان الدنيا كلها مقلوبة بسبب ان واشوشني دخل معا القوضة بيعجب بجرقة واشوشني وبيديله الكاب بتاع الجامعة بتاعه دي ومن ساعتها كان حلمه ان هو يدخل زي وجامعة الوحوش وفعلا بيتحقق الحلم ده لما بيكبر مارد واشوشني وبيدخل اخيرا الجامعة بيفضل يتفرج وهو منباهر على الاقسام المختلفة في الجامعة زي قسم الابواب مثلا اللي بيدخله منها لحد ما بيوصل لمدرسة الرعب وبيبقى منبهر من منظرها الجميل بيدخل السكن وبينلاقي ان زميله في السكن يبقى اندل بس ده قبل ما يبقى ندل وشرير واللي كلنا طبعا كرهناه في الجزء الاول بياخدوا بعضه وبيطلعوا على اول محاضرة ليهم لانهم كانوا مع بعض في قسم التخويف بتستقبلهم المديرة بتاعت الجامعة وبتقول لهم ان ده اهم قسم عندهم وانك عشان تكمل فيه لازم تثبت فعلا انك وحش وحش يعني مش اي مخوفاتي والسلام وانه قريب هيبقى فيه متحان واللي مش هينجح فيه هيطلع بره القسم ده خالص ويشوف له بقى قسم تاني لمه بيظهر بعدها شربي سوليفان سليل عائلة سوليفان المخوفتية اللي كانوا مشهورين جدا ساعتها وبيبقى لكله متوقع ان هو هيبقى مخوفاتي عظيم زي بقيت قيلته بالليل بعدها اندل بيقول له واشوشني ان هو هيخرج ويروح معا الحفلة بتاعت الطلاب الجداد بس هو بيرفض علشان يقعد يذاكر وما تسألنيش هو هيذاكر ايه في اول يوم جمع بس واضح كده ان هو كان طالب دحية شوية بيدخل شعبي من الشباك وكان بيجري وركائم صغير وكان عايز يمسكه بيساعدوا مارد وبيفضلوا الاتنين يجروا ركائن لحد ما بينجحوا ان هم يمسكوه بيروحوا بالحفلة عند الاخوية وكان ده اختبار لشلبي علشان يدخل الاخوية المشهورة بينبهروا بشلبي علشان يدري ان هو يمسكه وبيتريقوا على واشوشني مع ان هو اللي يعتبر مسكو الشلبي بيرفضوا يدخلوا الاخوية وهو بيبعدهم ان هو هيبقى احسن منهم كلهم من بعدها وبيفضل فعلا واشوشني ان هو يزاكل ويجتهد والكل في المكان اخد باله ان هو طالب مجتهد وشلبي بدأ ان هو يتضايق منه ويغير بيجي يوم الامتحان بتاع التخويف وبسبب ان شلبي غيران من واشوشني الدنيا بتبوز منهم خالص جوه وكمان بيوقعوا الانبوبة اللي بيعبوا فيها الطاقة بتيجي العميدة وبتتكلم معهم هما الاتنين بتقول لمارد انت طالب مجتهد وشاطر جدا بس المشكلة ان شكلك ما بيخوفش وبتقول لي شلبي سلوفان انت شكلك مخوفات كويس بس للأسف طالب فاشل وعلشان كده انا هريح نماغي وانتو الاتنين مرفضين واشوشني بقى طبعا كان زعلان جدا من اللي عصله وانه هو هيسيب القسم بتاع التخويف اللي هو بيحبه بتيجي في دماغه فكرة وبيطلب انه هو ينضم من المسابقة بتاعت التخويف العميدة بتوافق فعلا على تحدي واشوشني ليها وبتقول له يا سيدي كون فريق وادخل المسابقة ولو نجحت هترجع تاني القسم التخويف اللي انا تردتك منه اما بقى لو سقت هتضطرد انت والفريق اللي معاك من الجامعة كلها مش من القسم بس بتاع التخويف ولبس يا نيك ساعتها ما كانش قدام شلبي هو كمان حل غير ان هو ينضم للفريق بتاعه علشان يكملوا بعض مع بقية الفريق التعبنين مقول له خالص دول بيقعدوا مع بعض علشان يتفقوا هيعملوا ايه في المسابقة اللي مشترك فيها وبيتفقوا على اسم الفريق ازمكاك بتبتدي المسابقة واول تحدي هو ان الفريق يعدي من نفق مظلم وطبعا مليان جوها حاجات قاعدة بتلاسوعهم بينجح فعلا شلبي واشوشني ان هم يخرجوا بس كان لازم الفريق بيكامل يخرج كده المفروض ان هم خرجوا من المسابقة ومن اول تحدي كمان بس الحظهم كويس بيكتشفوا ان كان فيه فريق بيغش فبيتردوا برا المسابقة خالص وبيدخلوا بداله الفريق بتاع واشوشني بعدها شلبي بيتكلم معايا وبيقوله هو ايه شوية العهات اللي معنا في الفريق دول دول لو داخلين دورة رمضانية هنخسر منوحنا بنسخن بيقوله ان هو عايز يشوف ناس تنين اقوى واحسن من اللي معاهم بس واشوشني بيقوله احنا لازم ننهي المسابقة بنفس الفريق اللي احنا بدأنا بيه بيبدأ التحدي التاني واللي كان في المكتبة بتاعت الجامعة وكان لازم يعملوه بكل هدوء علشان يكسبه بعد شوية شقلبة في المكتبة بينجح الفريق فعلا ان هو يكسب التحدي وفريق اوز مكاب كان لسه مكمل في المسابقة بيأزمهم شوية بنات بعدها على حفلة وهما ما كانوش مسدقين بيروحوا الحفلة وبيكونوا الطلاب كلهم مبسوطين بيهم وبنجاحهم بس طلاب الاخوية بقى بيعملوا فيهم مقالب وبيصوروهم صور محرجة جدا وتاني يوم بيعلقوا الصور دي في كل مكان في الجامعة بيكرر ساعتها شلبي ان هو ينزحب من الفريق ده بس بعدها بيروح لوشوشني وبيقنعوا ان هو لازم يكمل معاهم بياخدوا هو والفريق على شركة المريبين علشان يتفرجوا على المكان بيقعدوا وتفرجوا على المخوفتي الكبار وازاي هما بيشتغلوا علشان يتعلموا منهم الامن بتاع الشركة بيشوفهم وبيجري وراهم بس بيقدروا ان هما يهربوا منهم بعدها بيفضل الفريق ان هو يتدرب مع بعضه وبينجحوا ان هما يعدوا الاختبارات اللي بعد كده كمان وخلاص كانوا بيقربوا من النهائي الاختبار النهائي بقى اللي هما وصلوله كان اختبار تخويف فعلاً وشلبي بيفضل ان هو ينصح وشوشني علشان يعرف ازاي يعدي منه بيقول له سيبك بقى من الكلام اللي في الكتب ده وبيفضل يعلمه ازاي يخوف الاطفال بيجي يوم المسابقة النهائية ما بين فريقهم والفريق التاني بتاع الاخوية الفريق اللي هينجح هو اللي هيقدر ان هو يجمع طاقة اكتر من خلال التخويف بيفضل واحد من كل فريق يدخل مع التاني وبيجمع الطاقة اللي كل فريق مسجلها لحد ما بييجي في الاخر دور وشوشني وكان معاها قائد الفريق التاني والحد دلوقتي النتيجة كانت تعادل ما بين الفريقين لاتنين وساعتها كان الكل متوقع ان القائد هيجيب طاقة اكتر من وشوشني ويكسبوه هما المسابقة بس في مفاجأة كبيرة بيجيب وشوشني مستويات قياسية في التخويف وعلامات الطاقة كانت على الاخر وبسببه بيفوز الفريق بتاعه في المسابقة وبياخدوا الكاس وكده خلاص كانت كل مشاكلهم في الجامعة هتتحل بس بعدها شلبي بيعترف لوشوشني انه هو غير في الجهاز اللي بيقس الخوف ولعب فيه علشان يعرفوا انه هما يكسبوه وشوشني ساعتها بيغضب منه علشان ما وصقش في كدراته وخلاهم انه هما يفوزوا بالغش بقى الفريق هما كمان بيزعلو بيسيبوا شلبي والكاس وبيمشو ساعتها بيكرر شلبي انه هو يصلح غلطته وبيروح للمديرة بتاعت الجامعة وبيعترف لها بكل اللي هو عمله وشوشني كان عايز يثبت لنفسه للناس انه هو ينفع مخوفاتي بجد وانه هو ما كانش لازم يغش علشان يقدر يفوز بيدخل قسم بتاع الابواب وبيقفل على نفسه وبيقرر انه هو يدخل من باب لأي طفل علشان يقدر انه هو يخوفه بيدخل فعلا على اطفاله وبيحاول انه هو يخوفهم بس ساعتها ما بيخافوش منه وبيعرف كمان انه هو شكله بالنسبة لهم كان مضحك جدا وده طبعا كان خطر عليه لانهم كانوا متخيلين ان لو في طفل بشر يلمس اي حد فيهم هيتئزوا منه جدا بيهرب منهم وشوشني وبيقعد في حتة الواحد في الوقت اللي بيوصل فيه شلبي وبيدخله من الباب بيروح له هو قاعد لوحده وبيفكر في كل اللي حصل وشوشني بيقوله انت مش ممكن تفهمني لان انت شكلك يخوف فعلا وعيلتك كلها مخوفتية جبر ومعروفين انما لا انا فاشل في موضوع التخويف ده شلبي بيقوله مانا برضه طول امري ضغطين علي علشان اطلع مخوفاتي زي عيلتي وده نهوف الاخر فشلت واحتمل ان اضطرت كلنا بيلقوا بعدها ان البشر بيدوروا عليهم فبيجروا يستخبوا منهم وهناك في الناحية التانية المديرة كانت عايزة اتدمر الباب علشان ما يجبوش عدوى من علم البشر وييجوا شلبي وشوشني عملوا خطة ونجحوا ان هم يخوفوا البشر اللي بيدوروا عليهم ويرجعوا تاني من الباب وساعتها كانت وصلت شرطة الاطفال بيقبضوا عليهم وبيترضوهم من الجامع خالص بيروحوا بعدها يوضع اصحابهم اللي هم كانوا باقي الفريق بتاعهم اللي المديرة رجعتهم لقسم الرعب شلبي بيلحق وشوشني قبل ما يمشي علشان يقوله انه اشجع مخوفاتي شافه في حياته وانه هو كان هم يساعد الفريق من اول يوم وساعتها بتظهر لهم المديرة وبتقولهم انه هم فجئوها باللي ام اعملوه بيشتغل بعدها الاتنين في مكتب البريد بتاع شركة المرعبين وفي الاخر بينجحوا انه هم ينضموا للشركة ويكونوا بيشتغلوا مخوفاتي زي ما كانوا بيحلموا علشان تدور بعدها احداث الجزء الاول كم وصلت انهاية فيلميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وقالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول اشتركوا في القناة